ايش معنى يعني مبادرة وليه خطر في بالك اصلا ان ممكن تجيب همها او تنجح اصلا يعني ايه كانت الدوافع اللي حسيته لا ابتعد ده مش هيروح على الفاضي انا هتعب وهروح وهسافر وهعمل وسوي طبعا ليه المبادرة عشان اكيد انشط واروج لسياحة بلدي جوه مصر وبرى مصر وعن طريق الجاليات المصرية اللي موجودة في كل انحاء العلم قدرت اتواصل معيها ولقيت ان فيه هما بيطلبوا مني ان انا اعمل فيديوز وادها لهم عشان ينشروها عندهم فلاقيت فيه بدايات نجاح جوه مصر كمان بدأت لمنازل السوشيال ميديا اللي سأل اسم محمد قد ايه هو سلاح قوي جدا جدا في نجاح اي عمل شايف هذا بعينك وعندك فقا ان فعلا السوشيال ميديا دي في زماننا ده ما رأيتش حاجة سهلة وغينة ده قولت صورات السوشيال ميديا فاكيد سلاح قوي جدا جدا احنا نستخدمه ونستخدمه صح ونستخدمه بزكاء في الترويج بزكاء نعف عند النقطة دي ازاي نكون اسكية في استخدام هذا السلاح اللي بتكلم عنه المؤثر جامد جدا فيه صالحنا وفيه اعمال حاجات ايجابية ترجع علينا بالنفع عملك ده ازاي بدأت ان انا اصور فيديو بتقنية كويسة جدا يعني اول ما بدأت ما كانتش بتقنية كويسة اوي كنت بصور بسالفي عادي جدا فيديو بس وانا واقف جوه المكان وبشرحه بطريقة بيبتسامة زي ما قال اسم محمد يعني الناس بتتقبل المكان عن طريق اللي بيشرحه مفتاح كل الابواب الابتسامة بالضبط طبعا يعني اكيد مش هقف مكشرة وقالوا المكان ده لازم تيجو فيه وقالوا لأ طبعا فالناس بدأت وبذات الاماكن اللي مش معروفة اوي يعني فيه اماكن كتير في مصر فعلا واحنا عندنا يعتبر جميع انواع السياحة وكونا لسه بنتناقش انا اسم محمد قال فيه موجود 24 نوع سياحة في مصر من 28 نوع يعني يعتبر عندنا كل المكاومات السياحية فليه ما عملش مبادرة ليه ما روقش للمنتج السياحي بتاعنا